انا وجه رسالة الى دولة رئيس الوزراء المحترم الاستاذ محمد الشياء السوداني والاستاذ المستشارين استاذ خالد قبيان واستاذ عياد ابن ايان رعاية الاسراع بتطبيق قانون الرواد والابطال اللي هي اكثرهم محتاجين واحنا قبل اليوم ثلاثة فقدنا هذا امر الله اللي هو بطل عاسية ومنافس عالمي يعني بطبيق خصوصا فقرة قطع الاراضي اللي هم الناس يعني بامل يعني انه تتلبى باقرب فرصة وتتنفذ هاي الفقرة اللي هي بس يعني خلنا نقولها بصراحة اكثر المحافظات استلمت بس بغداد بعدها يعني وعدون الشخصية العالمية اللي فقدناها ما عندها قطعة اراضي مات وهذا استحقاق حتى لو عده صار نفرح ما يروحي بشان يبيع بالبالة من هو يبيع بالبالة على الجيار الله باب المعظم وياهم اكثرهم يبيع ملابس مستعملة هير وصل بيه هذا الحال ونقول ان شاء الله انه صوتنا ينسمع وان شاء الله تتلبى باقرب فرصة لانه يوم على يوم لنفقد احد ابطالنا واحد رموزنا تمام وان شاء الله جدا اشترا اشترا